ياهو فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلالة و جيتاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك وكفتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعده فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني حقيقة سلسلة بتمنى ربنا ينفعنا بها رب العالمين وتمنى ان احنا نعيش بقلوبنا كل يوم فعلا في كوكب جديد ونعب نتأمل كده ونقول يا طرى بكرة هنكون فين وبعد هنكون فين يعني تعالوا نعيش مع 30 كوكب كلهم أخلاق وكلهم جمال وكلهم النجوم عايشين في الكواكب الجميلة ديت هنتعرف عليهم ونتعلم منهم ونتأسب حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يجمعنا معاه في الجنة ويكون قريبين منه جدا والهدف في السلسلة دي كلها نحن نقرب أكتر وأكتر من حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي قال قال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قلنا بلى يا رسول الله قال أحاسلكم أخلاقا بنحاول بنحاول نحن نحسن أخلاقنا ونحسن سرقيتنا علشان نقرب أكتر وأكتر من حبيبنا ونتصلى عليه صلى الله عليه وسلم تعالوا قبل ما الوقت يزبقنا تعالوا نركب سفينة الفضاء يلا سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمقالبون يلا توكننا على الله نركب سفينة الفضاء وننطلق إن شاء الله في سماء الطاعة ونقرب لحظة بلحظة وخطوة بخطوة للكوكب اللي هننزل عليه النهاردة النهاردة هننزل على كوكب الكوكب ده محتاجينه في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة كوكب الطاعة طاعة ربنا والقرب من ربنا سبحانه وتعالى والأنس بربنا سبحانه وتعالى تعالوا نتعرف حبيبي وإخواني وأهلي وناسي تعالوا نتعرف على سكان كوكب الطاعة تعالوا هنبص على الأصور اللي موجودة ومرصوصة كان لقلق المنضود الله أكبر ما شاء الله وصحابها قاعدين منورين في الأصور بتاعتهم كان أول أصر نقابله كان أصر عبد الله بن مسعود وابنه بن مسعود حقا ليه أصور كتيرة جدا في كواكب كتيرة زي أبو بكر وعمر وعفمان وعليه وصحابة كتير جدا كان ليه أصر في كل وقت وفي كل مكان أول أصر أبننا أصر ابن مسعود ليه ابن مسعود كان ليه مواقف حلو أو في الطاعة كان ليه مواقف كتيرة جدا جدا لكن كان ليه مواقف محدد جميل أو أوي بيدل على مدى الامتثال والسمع والطاعة الرهيب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام الحديث رأى أبو داود بسند صحيح حب النبي يتكلم الصحابة فقال اجلسوا فسمع ابن مسعود الأمر بالجلوس وهو خارج المسجد في الشمس المحرقة فجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة وظل في جلوسه هكذا حتى انتهى النبي من حديثه وخطبته مع الصحابة فلما أراد النبي أن يخرج من المسجد وجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقة فقال ما حملك على هذا يا ابن مسعود إيه اللي خليك تقعد في الشمس المحرقة دي؟ قال يا رسول الله سمعتك وأنت تقول جلسه فكرهت أن أؤخر أمرك فجلست في الشمس المحرقة يا الله من يعمل كده يا جماعة يعني لو أن ابن مسعود قرب خطوتين ثلاثة ودخل جوه المسجد وقعد في الظل هل تتخيل أن النبي كان ممكن يلومه؟ طبعا لا يمكن يلومه لأنه دخل وسمع برضو كلام النبي وجلس لكنه وصل إليه أمر النبي وهو ما زال في الشمس المحرقة فامتسالا لأمر النبي جلس ابن مسعود في هذه الشمس المحرقة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف القصر اللي جنبه بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم القصر اللي جنبه الحقيقة قصر جميل أو قول وملفت للنظر فوق الوصف لأن صاحبه عمل حاجة الحقيقة حاجة لم قولها لك يمكن ما تصدقنيش لكن لولا صحة النقل يعني شيء فوق الخال قصر حنزلة حنزلة هو حنزلة عمل إيه؟ حنزلة رضي الله عن وضعه الحديث رؤول حاكم بإسناد حسن إن حنزلة كان لسه متجوزت وكان ليلة البناء بتاعته وليلة الدخلة بتاعته وكان متزوج امرأة جميلة جدا قتى امرأته في الحلال وأصبح جنبا فسمع منادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي هو جنب فخاف إن هو يخش يغتسل فيتأخر عن الجيش فما يعرفش يلحق الجيش وفي نفس الوقت مش عايز يخرج هو جنب فما كان منه إلا أنه خرج إلى الجهاد واستمع إلى نتاء الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي خرج وهو جنب ودخل وجاهد في سبيل الله حتى قتل فرقاه الصحابة في منظر عجيب جدا لقوا نايم على الأرض مضمخا بدماء الشهادة مضمخا بدماء الشهادة وحواليه بركة من الماء حواليه مية كترة جدا فسألوا النبي وقالوا له يا رسول الله رأينا حنظلة وقد يعنموا لأجسده بالماء وحاولوا ماء كثير وليس معنا ماء حتى نشرب منهم فقال أجل إني رأيت حنظلة بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطسط من الجنة الله أكبر فأرسل النبي من يسأل زوجته هو إيه اللي كان عمل حنظلة في اليوم دوات فقالت إنه قد أتاني في الحلال فأصبح جنبا فكره أن يؤخر خروجه للجهاد فخرج وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته ملائكة الرحمن جل وعلا أكيد كان لازم يبقى له أصرف بجد في كوكب الطاعة لأنه لم يتأخر لحظة عن نداء الجهاد عن قول القائل يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي من ثاني يا جماعة الخير كان ليه أصرف الكوكب الجميل دو أنا عمل أقول لك منظومة أصور جميلة في كل الكوكب علشان إلى الهمة عندك تعلى وتقول إن شاء الله يكون لأصرف كل الكوكب تعالي أنا عدة شيخ محمود من أول ما بدأت لمضان كوكب كذا وكوكب كذا وعدهم معي وكتب أسماءهم عندك وفي الآخر قول إن شاء الله يكون لي يا نصيب بأصرف كل كوكب من الكوكب ديت علشان كل ما يكون لأصر أكيد النبي ليه أصر طبعا وأعظم أصر في كل الكوكب علشان يكون قريب جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله ربنا يجمعنا وياكم مع نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القصر اللي بعد كده قصر كعب بن مالك كعب بن مالك هو من ضمن شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك اللي تخلف عن غزو التبوك هو واثنين تاري من الصحابة هو وعدد كبير من الصحابة لكن اللي تخلفه كان عدد من المنافقين وثلاثة من الصادقين هلال بن أمية هلال بن ربيع مرارة بن ربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك الثلاثة دول تخلفه كانوا من الصادقين لكن البقين كانوا منافقين اللي تخلفه فلما تخلفوا عن غزو التبوك فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزو التبوك ويعني كل المنافقين قالوا له احنا تعخرنا عشان كذا عشان كذا وقالوا اعذار كده وكذبوا فنبع السلام وقل سرائرهم الى الله لكن كحب بن مالك لم يكذب مرة واحدة بل صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي الصحابة ان يقاطعوا التلاتة دولة خمسين ليلة خمسين يوم ما حدش يكلمه ابدا بعد مرور أربعين يوم طبعا هو النبي ما حددش خمسين في الاول هو النبي امر يقاطعهم لحد ما نازل التوبة الله بعد خمسين يوم خب بالك بعد مرور أربعين يوم حصل موقف في غاية العجب طبعا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وخلاص يعني الدنيا في علوم اسودت فيهم يعني سبحان الله كان مشهد عجيب جدا ومؤثر جدا لكن بعد أربعين يوم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولا الى الثلاثة وأمر كل واحد منهم ان يعتزل امرأتك خب بالك جاء رسول رسول الله الى كعب ابن مالك وقال له ان رسول الله يأمرك ان تعتزل امرأتك شوف ماذا السمع والطاع وصل قال اطلقها اماذا يا جماعة النبي ما جابش سيرة الطلاق ورسول رسول الله ما جابش سيرة الطلاق ده بيقول له اعتزلها ما اتقرب لهاش فقال يعني مبالغة في السمع والطاع قال اطلقها اماذا قال لا لا تطلق ولكن لا تقربها فاذا بكعب ابن مالك يأمر امرأته ان تخرج من البيت قال الحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الامر وبعد عشر ليالي يعني بعد تمام الخمسين ليلة ينزل او تنزل توبة الله عز وجل على الثلاثة ثم تاب عليهم ليتوبه وينادي مناد على كعب ابن مالك فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويفتسم الحبيب المصطفى في وجه كعب ابن مالك ويقول يا كعب ابن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك لدرجة العلماء اختلفوا هو خير يوم مر على كعب ابن مالك هو يوم اسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا خير يوم مر على كعب ابن مالك يوم ما نزل التوبة الله عليه فقالوا ده كان خير يوم يوم ما نزل التوبة الله عز وجل على كعب ابن مالك عشان كده كان ليه قصر في كوكب الطاعم تعالوا نشوف مين تاني كان ليه قصر يا جماعة عشان النساء ما يقولوش ملناش نصيب ليه لا طبعا ده النساء اليوم نصيب عظيم جدا بفضل لا النساء شقائك رجال كما قال سيد رجال صلى الله عليه وآله وسلم المرأة هي نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر ربنا يحفظكم ويبارف فيكم يا رب العالمين كان الأصل البعادية لابنة عمة النبي وزوج النبي وام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه وارضها ايه الكصة يا جماعة الكصة باختصار ان نبي حب ان هو يلغي الفوارق الطبقية الى موجودة في المجتمع مفيش حاجة اسمها في المجتمع اسلامي ده فقير وده غني ده وزير وده غفير الكل اخوة انما المؤمنون واخوة ان اكرمكم عند الله اتقاكم وده كان لها سبب يا جماعة ان النبي لما كان يوم فتح مكة وكان داخل صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي عارف ان بلال عذب كثيرا في مكة فامر بلالا ان يصعد فوق الكعبة ليؤذن فلما صعد بلال فوق الكعبة ليؤذن واذا بعدتاب ابن اسيد وكان رجلا مشركا وقف وقال اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن فوق الكعبة فنزل قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم حب النبي عسام يعني يعني يلغي بقى الفوارق الطبقية ديد فاراد ان يزوجها زينب بنت جحش اللي ابن تعمته الحسيبة النسيبة الكرشية الجميلة الوضيئة التي يتمناها كل حسيب ونسيب من اهل الكريش اراد ان يزوجها من مولى من الموالي وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه ارضاه فرفضت وقالت له لا يا رسول اتزوج من مولى من الموالي ده مش ممكن فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيارة من امرهم فكانوا وقفين عند الحق فقالت يا رسول الله اترضاه لي زوجا فقال اجل قالت اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها زيد ابن حارثة وحدث بينهم ما يحدث بين الازواج حصر خلاف ما بينه وما بينها وبعد سنة تقريبا طلقها فلما طلقها نزل الامر بزواجها من عند المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها فكانت تتفاخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن اهاليكن اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات بسبب السمع والطاعة والامتسال لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زينب بانتجحش لها قصر عظيم جدا جدا في كوكب الطاعة رضي الله عنه وارضاه لا تعديني كمان امرأة كمان ما شاء الله اصرها بجوار قصر زينب بانتجحش من دياترة امرأة جلايبيب اكيد في ناس كتير جدا ما يعرفوش من هو جلايبيب وما يعرفوش من هي امرأة جلايبيب قصة جلايبيب وامرأة جلايبيب باختصار شديد بس بعدها تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ان جلايبيب رضي الله عنه وارضاه كان صحابي جليل جدا وكان يحمل ايمانا كالجبال لكنه كان دميم الخلقة ففي يوم الايام رحل النبي هو حزين اوي قال له كلمات والله العظيم تقطع الالب قال له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل دمامة خلقتي تبنعني من دخول الجنة قال لا لا تمنعك من دخول الجنة قال فلما لا يزوجني اصحابك كلما خبط على باب واحد من الصحابة عشان اتجوز بنته يقفل باب وفشي فصعب عليه يعني صعب على النبي جدا فرح قال له ايه قال اذهب الى بيت فلان ورح منقيله بيت ما شاء الله حسب ونسب وبنت عندها جمال ودين وادب الله اكبر قال له اذهب اليهم وقول لهم ان رسول الله يأمركم ان تزوجوني من ابنتكم ذهب جلايبيب وطرق على الباب وفتح له والد الفتاة قال ماذا تريد يا جلايبيب قال ان رسول الله يطلب ابنتك قال نعم ونعمة تعينه طب ويسا مش فهم يعني قال نعم ونعمة تعينه وهل لنا بغير رسول الله فقال ولكنه لا يريدها لنفسي يعني بس وتستعجلش كده وتفرح قوي قال فلمن يريدها قال يريدها ليه فالراجل طبعا بعد ما كان ما شاء الله مبتسم راح تضرب 111 مكشر فقال اما وجد غيرك يعني حتى ما قدرش يكتب الكلمة قال له اما وجد غيرك ام البنت جوه بقى فبقول له من على الباب قال جلايبيب قالت وماذا يريد قال يقول ان رسول الله يطلب ابنتك قالت نعم ونعمة تعينه وهلنا بغير رسول الله زوجها لرسول الله قال يعني صبور شيء يعني ما تستعجليش ولكنه لا يريدها لنفسه قالت فلمن يريدها رسول الله قالت قال يريدها لجلايبيب قالت جلايبيب اما وجد غير جلايبيب اما كان ابو مكر او عمر او عصمان طبعا جلايبيب يسمع الكلام ذا كله يعني ودمه تحرق على الكلام الباشع اللي اسمه ده واذا بتلك الفتاة المؤمنة الطقية الورع تخرج على ابويها وتقول ماذا تصنعان اطهر الداني امر رسول الله اين انتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة امرهم وماذا تصنعان اذا نزل قرآن فيكم او فيكما قالت ادفعاني اليه فان الله لا يضيعن فرجع جلايبيب وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الفتاة فدعا لها النبي بكل خير وقال لجلايبيب ها هي الفتاة قدوى فقط فجهز نفسك لبيت الزوجية وادخل بتلك الفتاة في الغد يلا فرحك بكرة جلايبيب وراح عشان يجهز بعشه الزوجية اي شاء الله راح بقى يجيب عفش الله اكبر حصيرة وابريق وكوز حاجات كده يعني ايه الحياة اللي ممكن احلب درمية يعني فهم ازاي وده كان عشة الزوجية فراح يجهز الحادات واذا به يسمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله البطي غزوة احد فكان مخيرا طب هو اخد اذن من النبي روح الجوز وكان ممكن يروح الجوز والنبي مش هيلومه لكنه اثر رضا الله واثر رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلثم واعد عدة الجهاد وراح اشتلى سيف ودرع وراح اشتلى رمح وراح ايه تلثم عشان النبي مايرضوش وذهب اليجاهد في سبيل الله جل وعلا دخل يجاهد في غزوة احد وبعد ما انتهت الغزوة النبي كأن قلبه حاسس ان اللي زي جلابيب ده لا يمكن ابدا هيترك الجهاد اكيد هو راح من ورانا عشان يجاهد في سبيل الله فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة هل تفقدون من احد قالوا اجل نفقد فلانا وفلانا بيعدوا يعني القتل الذين استشهدوا في غزوة احد وما فقدوا جلابيبا في المرة الاولى والتانية والتالت قال النبي ولكني افقد جلابيبا فبحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه فاقترب منه النبي وهو يبكي ويقول قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه قررها النبي تلت مرات ثم دفنه النبي ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت الا في تلك اللحظة حتى افوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما دفنه النبي قام يدعو لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على الزواج وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول رو الحديث فوالله ما سمعنا بامرأة كانت أغنى من هذه الفتاة لأنها فازت بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة كانت فيه صور تانية يا جماعة كتيرة جدا مشرقة وجميلة جدا للسمع والطعر أخويا وحبيبي في الحديث اللي رأى أبو داود بسنة داني صحيح أن نابع سلم كان داخل الصلاة وكانوا في مداية الإسلام كانوا بيصلوا بالنعال كانوا بيصلوا بالنعال لأن مسجد نابع سلم كان من الحصى صلى الله عليه وسلم أما الآن فالمساجد يعني من المكت إلى غير ذلك فإن أراد رجل أن يصلي بنعال في المسجد فلابد أن يخصص نعال لأنه فقط للمسجد لا يطأ به الشارع أو يتأكد من خلوه من أتربة الشارع أو من أي شيء يعني يسبب أي مشاكل في المساجد يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن النبي دخل بالنعال فبيصلي وهو في وسط الصلاة خلع نعاله ووضعها عن يساري فلما انتهت الصلاة وجد النبي أن الصحابة قد خلعوا النعال خلف النبي يعني هو بمجرد ما خلع النعال هم كمان خلعوا النعال فقف سألهم النبي ما الذي حملكم على خلعني عليكم هم مش مهم عندهم يعرفوا السبب هم بيطيعوا وهم مغمضين عنهم أي حاجة يمقر بها ربنا أي حاجة يمقر بها نبينا صلى الله عليه وسلم هم بيسمعوا ويتمعوا حتى لو معرفوش العلة فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما كذرا فأمرني أن أخلعن علي فإذا أتيتم المسجد فانظروا فينا عليكم فإذا رأيتم فمن رأى فينا عليه كذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديثة النورة البخاري أن في بداية الإسلام كان لبس الذهب كان حلالا للرجال والنساء ثم حرم الذهب والحرير على الرجال بعد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتم من ذهب فلبسه فلبس الصحابة جميعا خاتم من ذهب فلما خلع النبي خاتمه من الذهب خلع الصحابة جميعا خواتمهم فسألهم النبي فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه قد حرم علي الذهب فلم يلبسوا الذهب بعد ذلك امتسالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثالث في البخاري حديث عجيبة جدا في السماء وطع أن النبي لما راح المدينة قعد كما قال الراوي 16 شهر أو 17 شهر يصلي القبلة بتاعته تجاه بيت المقدس خبالة والشك هنا من الراوي وبعد 17 شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر تجاه مكة تجاه الكعبة ويتمنى أن تكون هي القبلة وقد علم المولى عز جل ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فكان النبي يصلي فاستدار بالصحابة 180 درجة تجاه المسجد الحرام واستدار الصحابة خلف النبي خبالك النبي بيصلي إمام فإذا استدار أصبح النبي مأموما فيضطر الصحابة لما يرجعوا خلف النبي فاستمعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا خلف النبي فمشى واحد من الصحابة بعدما صلى خلف النبي وهو ماشي لأ بعض الصحابة في أطراف المدينة بيصلوا صلاة العصر في جماعة فأخبرهم وهم يصلون قال أما إني صليت مع النبي صلاة العصر أما إن النبي قد أمر أن يجعل قبلته إلى الكعبة فاستدار الصحابة سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله 180 درجة واستداروا إلى الكعبة بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف آخر المثالين جمال جدا للسمع والطاعة حديث في البخاري المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجل وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل فالمهم حصل خلاف بين الأمير وبين الصحابة وهم ماشيين غضب عليهم الأمير فقال لهم إجمعوا حطبا فجمعوا حطبا فقال أوقدوا فيه نارا فأوقضوا فيه نارا ثم قال ألقوا بأنفسكم في النار فهم الصحابة أن يلقوا بأنفسهم في النار سمعا وطاعة للأمير لأنهم قد سمعوا من النبي أن من أطاع الأمير فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء شاب يعني ماشي الله زكي جدا فقال انتظروا على رسلكم فإننا فررنا إلى رسول الله من النار وإحنا فررنا إلى رسول الله مش خوفا من النار ورغبة في الجنة ورضى الله سبحانه وتعالى فانتظروا حتى نرجع إلى النبي فإن أمرنا اسمع الكلام الغالي أخويا الغالي شوف أل فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث مع الأمير قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة إنما الطاعة في المعروف فإن كان في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا أخويا وحبيبي آخر مثال كما في البخاري ومسلم لما نزل القول الفصل آخر حاجة الليل الآل في سورة المائدة لما نزل القول الفصل في تحريم الخمر وجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك رو الحديث أنس بن مالك قال كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري وجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلى علينا تلك الآية وفي آخر تلك الآية فهل أنتم منتهون قالوا جميعا انتهينا ربنا انتهينا وألقوا الأقداح من على أفواههم حتى إن بعضهم كان مخزن الخمر ببيتهم راحوا كلهم لبيتهم وسكبوا الخمورة في أراضي المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى كمشهد عظيم من السمع والطاع لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمثلة الجميلة دي وبعد الأصور اللي ذكرناها في كوكب الطاع حد فيكم ناوي يحجز أصر في كوكب الطاع أنا أول واحد عايز أحجز أصر في الكوكب دو عشان نتعى ربنا ومتعى نبينا وعشان ربنا يكرمنا أخويا وحبيبي ربنا جعل للجنة طريق واحد وأبى أن يجعل أي طريق للجنة إلا خلف النبي محمد ما تصدى عليه صلى الله عليه وسلم قال جنة وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي يقول ابن مسعود خط لنا رسول الله خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم تلى النبي قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسوله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ربنا سبحانه وتعالى جعل أكبر دليل على محبتك لله هو اتباعك لرسوله قال جل وعلا في آية المحنة أو آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أخوي وحبيبي بركة السمع والطاعة ليس لها نهاية لما نزل قول الله عز وجل كما عند مسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بي الله شق ذلك على أصحاب رسول الله قالوا كيف يحاسبنا المولى عز وجل بما يدور في قلوبنا حاجة مع منهج بس دارت في قلوبنا كيف يحاسبنا الله عز وجل عليها فقال النبي وغضب وقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت بني الإسرائيل سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير فلما قالوها نزلت تخفيف من عند الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أخوي وحبيب وأخت الفاضلة إو حد فيكم يعصي أمر رسول الله ولا أمر الله إو عطرف عصوتك فوق أمر الله ولا أمر رسول الله اسمع لقول المولى عز وجل يا أيها الذين أمنوا يا مؤمنين لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تعجب إن الآية نزلت في مين في أبي بكر الصديق وعمر من الخطاب كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن أبي مليك قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما جاء وفد بني التميم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع ابن حابس فقال عمر بل أمر عليهم القعقاع ابن معبد فقال أبو بكر يا عمر ما أردت إلا خلافك فقال عمر ما أردت خلافك يا أبا بكر ما أعملوش حاجة ما أقلوش كلام غلط كل ما في الأمر صوتهم بس عيلي على صوت النبي فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية فكان عمر بن خطب الذي كان إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا ماشي أسرع كان يكلم النبي كأخي السرار يكلمه سرا حتى يستفهم النبي ويقول ماذا تكون يا عمر فيرفع صوته قريبا حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان سبب تاني للآية كما عند مسلم أن ثابت بن قيسو هو خطيب النبي عندما تأتي الوفود أو مخطيب يخطب فيقوم ثابت بن قيسو فيخطب أيضا رضي الله عنه ورضاه فكان صوته عالي جدا وقوي جدا ففي يوم الأيام لما نزلت هذه الآية حبس نفسه في البيت فلما سأل عنه نبي أين ثابت بن قيسو فقال لا ندري فسأل جاره سعد بن معاذ قال هل به من بأس هل به من مرض قال لا يا رسول الله قال اذهب إليه وسأله من الذي يبعده عن مسجدنا من الذي يجعله لا يأتي فذهب إليه وسأله قال آية نزلت وقد علمتم جميعا أني من أرفعكم صوتا فوق صوت رسول الله فما أراني إلا وقد حبت عملي وأنا من أهل النار فعاد سعد بن معاذ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع عليه فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة دي رواية مسلم رواية أحمد أنه جاء ثابت بن قيس إلى النبي فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ثابت بن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأن تدخل الجنة قال أجل يا رسول الله قال فلك ذلك فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم أخويا وحبيبي محتاجين كلنا نبنى أصر في كوكب الطاعة وانطيع أمر ربنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من يأبى يا رسول قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية للأرض عشان بكرة يكون في رحلة جديدة إن شاء الله لكوكب من الكواكب الجميلة لعيشها مع بعض إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن ربينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان كوكب الأرض